اشتركوا في القناة بعد ذلك لاحظ معي جيدا أثناء تواجد الفيديو هنا العنوان ننزل إلى الأسفل سنجد هنا صندوق الوصف نضغط على المزيد ننزل إلى الأسفل بالتحديد سنجده اسم يسمى إظهار النص لاحظ هنا يمكنك متابعة النص أثناء سماعه ونحن نسمع الفيديو يمكن أن نظهر النص مع التوقيت لاحظ هنا بجانب الفيديو لا يوجد أي شيء في هذه الخانة لاحظ جيدا الآن حينما نضغط على إظهار النص لاحظ هنا سيظهر المحتوى بالكلمات يعني الصوت الموجود على الفيديو تجده كل الصوت الموجود على الفيديو ستجده هنا مع التوقيت يعني إذا ضغطت عليه مباشرة سيعيدك إلى التوقيت الذي كنت عليه أو يمكنك الاستماع أو السماع الصوت كما تريد هنا تم نشر الفيديو بالعربية تم إنشاؤها تلقائيا طبعا يتم ضبطها في الإعدادات من خلال استوديو اليوتيوب وضع الترجمة التلقائية طبعا إذا ضغطنا على هذا الزر يعني يتم تفعيله وإذا أوقفناه يتوقف داخل الفيديو لاحظ مع الكتابة هنا تظهر تلقائيا ترجمة تلقائية وبخصوص النص سيضهر لك جميع الكلمات التي تم إدراجها في الفيديو فتستطيع سماع الصوت وفي نفس الوقت تراه كتابيا وهذه الميزة أراها مساعدة للذين لديهم مشاكل في السمع خاصة وأنه مرة وجدت رسالة لأحد المشاهدين يطالب إحدى القنوات بوضع ترجمة على الفيديوهات لأنه لا يستطيع السمع ويقرأ فقط فأرى أن هذه الميزة مساعدة تماما لمثل هؤلاء من الجماهير نتمنى أن توظفوها في قناتكم حتى يتم ظهورها بشكل تلقائي سنشرحها بإذن الله في فيديو آخر ونرى كيف يتم تفعيل الترجمة التلقائية في الفيديوهات حتى يظهر لنا النص أردت أن أشارككم هذا الموضوع حتى تعم الفائدة إن أعجبكم اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم جديد دائما من قناتكم فهم الفكرة